يقول الله تعالى في سورة البقرة المصيبة كما نعلم هي نوع من الضرر ما المطلوب من المؤمن أن يفعل إذا أصابته مصيبة أو ضرر؟ نعم هذه الآية مدحت من يقول ذلك وأجابت ربما على سؤالنا وهو أن هؤلاء حين تصيبهم المصيبة يتذكرون أن الكل من الله فهذا من الله وهم أصلا لله ثم إنهم راجعون إليه فسوف يلقون ثوابا وجزاء عما أصابهم وربنا سبحانه وتعالى بيقول وبشر الصابرين وبشرهم بإيه؟ طبعا يعني بالجنة وبمنازل عليا في الجنة للصابرين يعني ليست لدخول الجنة فقط يعني دائما نشوف الصبر والصابرين وربنا حتى يعني تسمى بهذا الصبور ودائما يعني اللي جرب الصبر عرف أنه منافعه يعني حميدة جدا وأنه مآله يعني يلغي كل الآلام التي صبر عليها ماذا عن الصابرين من أهل غزة مولانا؟ ماذا ينتظرون في الجنة؟ والله هؤلاء لهم يعني أعتقد أنهم لهم أعلى الجنان طبعا لا تألأ على الله سبحانه وتعالى ولكن هو وعد هؤلاء الذين يقدمون أروحهم أو يقتلون أو يعني يقتلون أو يخرجون من ديارهم ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا ونزل فيه ما زلت ما فعلوه إلا قليل منه يعني جعل الإخراج حتى من الديار نظير القتل ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم يعني والأثنين موجودين دلوقتي في هذا أثنين زي بعض دائما تخير بينما تساويين فكأن يعني إجتمع عليهم لأثنين القتل والإخراج من الديار ولكن يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أبدا والله يعني لن تمر هذه الأمور هكذا سبحانه وتعالى هو عدل وهو نصير المظلومين وخاصة إن لا يجد هؤلاء البعفاء من ينصرهم سبحانه وتعالى